ديروا في بالكم حجم لح هذه العصابة خاف ما تحشمش قاعدة الأولى قاعدة الثانية وعودها فراغ ما تخذوش الوعود نريد أفعال لا أقوال قاعدة الثالثة تعلموا من تجاربكم زملائكم اللي تظاهروا في 2018 خرجوا ضربوهم بلع صوت تتذكرون أنتم ذلك تتذكرون ما حدث في مصفى باشر عيسى بالمثال اللي كانوا جماعة سنة رابعة أساسي أو حتى ترمينال يضربوا في باك بلس ناف و بلس ديس و بلس ويت و بلس سات إلى آخره وبطريقة خشنة وبعدين ديروا في بالكم بللي حتى كنت حل مشكلت في الجامعة حلّت مشكلت التكوين حلّت مشكلت لابورت حلّت مشكلت التوظيف حلّت و المشاكل الأخرى مشاكل الطرق مشاكل السيارات اللي مكانش مشاكل لادروغلي ماليا البلاد مشاكل التفقير التجويع راهي المشكلة أعمق من قطاع هنا أو هناك مع ذلك من حقكم ولكن خاصة ما تسلموش أمركم لما يسمى بالنقابات الطلابية لم تعود نقابات طلابية قد تجد فيها شخص أو شخصين أو ثلاثة لبس بهم لكن أغلبية النقابات الطلابية هذه راهي مركز من مراكز الشر مركز من مراكز العمالة للمخابرات الإرهابية مركز من مراكز الفساد والآن وصلوا هذه النقابات الطلابية وصلوا ولو يضعوا الأساتذة يعني تجد يعني بعضهم راهوا في الجامعة يشتغل كرهوا في حظانة الجامعة يعني كأنه بيبي في حظانة أقسام الحظانة كاللي تلقى من هذا ما يسمى من منظمات طلابية عنده عشر سنين في الجامعة 12 سنة 14 سنة شاب هو راح مازال ثم في الجامعة علش يعني فيها اللهو والزهو والمال والسرقات والضغط على الإدارة والضغط كثير من الضغوطات اللي يقوموا بها على الإدارة لأن الإدارة فاسدة هم أفسد وذركوا له ووصلوا إلى أنهم يضعوا بعضهم بعد ما جاب ما نشعر في ماجستير أغلبيتهم يجيبوها بالترافيك ويجيبوها بالضغط على الأساتذة إذا كان أساتذة جيدين يولوهم أساتذة داخل هذه الجامعات فأصبحوا مش عندهم نفوذ فقط عند الطلاب حتى داخل الأساتذة لذلك يتنحى وقع رهي ما يشنابع من فراغ عندما تأتي دولة الشعب بإذن الله يتم الإيطاحة بكل هؤلاء الفسد المفسدين وإقامة نقابات طلبية حقيقية بعيدة عن الاستخدام السياسي والاستخدام الحزبي والاستخدام المخابراتي فأخدم الطلبة وهدفها هو الطلبة ويكون هذا واضح والذي يخرج على الطريق كي ينع دالة مستقلة وكي ينع إعلام حر إلى آخرها استمروا ما استطعتم وأنا رغم بعضكم يرسلني رسلوني فيما تريدون سأنقل صوتكم أعرف أن هناك أصوات قليلة جدا تتحدث عنكم أعرف أن ما يسمى بالإعلام في الداخل اللي هو ليس أكثر من أبواق للعصابات لا يتحدث عنكم أو يتحدث عنكم بطريقة كاذبة حاولوا من حين لآخر تحاصروا هذه الجرائد وهذه التلفزيونات اللي تكذب عليكم لأنهم يخافوا وما يحشموش ورأي أن تصعدوا مع هذه العصابات كلما صعدتم معهم سيقبلون وسيتراجعون إذا شافوكم أو قسموكم أو شافوكم ما كنش حازمين فسيعبثون بكم كما عبثوا بزملائكم